شح الطاقة في المنطقة يخلق أجواء من اتفاقات توقع وأبرزها كان تبادل المياه والكهرباء. نتحدث عن اتفاقية ثلاثية. كانت دولة الإمارات قد مولت جانب كبير منها بإضافة إلى رعاية أمريكية. نتحدث عن هذه الاتفاقية بين الأردن وإسرائيل من أجل مد الأردن باحتياجاته من المياه المحلة. وكذلك مد إسرائيل باحتياجاتها من الكهرباء. الاتفاقية تأتي كما ذكرنا برعاية أمريكية وتمويل جزئي من دولة الإمارات. الازدهار الأخضر أحد أطراف هذه الاتفاقية وهو بمقدرة تطوير محطات طاقة شمسية كهروضوئية في الأردن بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 ميجا وات. مستعينة الأردن بالصحراء الكبيرة لديها وخالق ألواح شمسية من أجل تزويد إسرائيل بهذه الاحتياجات من الكهرباء. وسيتم تصدير كامل إنتاج الطاقة النظيفة إلى إسرائيل. هذا المشروع سيكون بتمويل إماراتي. الازدهار الأزرق هو تأمين احتياجات الأردن من المياه التي يعاني الأردن من فترة طويلة من شحها. وضغط على الموارد فيها. وهنا الاتفاقية ستشمل تحلية مياه البحر الأبيض المتوسط المستدامة والتي ستأتي في الأراضي الإسرائيلية. وتزويد الأردن بـ 200 مليون متر مكعب من المياه المحلانة تحدث عن دراسة جدوى للمشاريع في الربع الثالث من العام 2022. ماذا بشأن جدوى هذه المشاريع وما يؤمل أن تحققه بعد تنفيذ هذه الاتفاقية؟. الاتفاقية هي غير ملزمة للأردن. يعني في أي لحظة إذا لم يلتزم الطرف الإسرائيلي فسيتم نقد هذه الاتفاقية بحسب ما جاء على وكالات الأنباء. الغاية من هذه الاتفاقية تعزيز أمن الطاقة والمياه. وكذلك توفير أجواء في ظل التغير المناخ. نتحدث عن طاقة نظيفة خاصة مع استخدام بالتأكيد الألواح الشمسية. الاستثمار في الابتكار. وذلك عن طريق تعزيز طرق استهلاك الطاقة. خلق فرص للنمو الاقتصادي في المنطقة. إذا ما تحدثنا مشاهدين عن ما هو مأمول من نهاية هذه الاتفاقية. نتحدث بداية عن الأردن. الأردن يعتبر ثاني دولة في العالم في شح المياه. وكما ذكرنا بالضغط على الموارد المائية فيه. فهو مضطر أن يلجأ إلى هذا المنفذ. حصة الفرد السنوية من الموارد المتجددة للمياه. فقد تصل إلى 80 متر مكعب. مقابل احتياجات الحقيقية 500 متر مكعب. إسرائيل ستوفر 30% من احتياجات الطاقة من المصادر المتجددة حتى العام 2030. وكان هناك نظرة مستقبلية وتعهد من قبل إسرائيل. بأن تصل إلى صفر انبعاثات كربونية حتى العام 2050. هذا هو شكل الاتفاقية الثلاثية التي تم الإعلان عنها. وكما ذكرنا الأردن غير ملزم بالاستمرار فيه. إذا كان هناك أي نقض لهذه الاتفاقية.